بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله نحل لمتحان رقم 20 من كتاب لمتحان أولى سنوي التيرم التاني 20-24 السؤال الاول بيقول ما مقدار التغير في الانثالبي عند اذابة يبقى هو عايز عند اذابة 40 جرام من الان اي او اتش في الماء لتكوين 1 لتر من المحلول علما بان درجة الحرارة ارتفعت بمقدار 10.6 من 10 درجة سليزية وجاب للكتلة المولية للان اي او اتش ب40 جرام لكل مول يبقى انا عايز احسب اللي هو التغير في الانثالبي في الزوابام احنا كنا درسنا ان ده يساوي سالب كيو بي على ان طيب كيو بي اللي هي كمية الحرارة المنطلقة او المنتصة والان هو عدد المولات وانا ما عنديش لدي ولا دي يبقى اطلع جيب عدد المولات واجيب كمية الحرارة كمية الحرارة اللي هي كيو بي يساوي mc delta t الام هنا هي كتلة المحلول انا عندي المحلول واحد لتر واحد لتر يعني 1000 ملي 1000 ملي يعني 1000 جرام يبقى الكتلة 1000 الحرارة النوعية اربعة وطمانتشر من مية والدلتا t هو اللي درجة الحرارة زادت بمقدار عشرة وستة من عشرة اطلع الكيو بي اللي هي 44308 جول انا عارف ان القانون ده بيشتغل بالجول بس خلي بالك ان الدلتا h solution اللي احنا محتاجينه ده الكيو بي لازم تكون بالكيلو جول او زي ما انت شايف في الاختيارات كده مكتوب كيلو جول لكل مول يبقى لازم تتتحول من جول الى كيلو جول يبقى اضربها في عشرة استسالة بتلاتة هيطلع معي 44308 من الف كيلو جول كده بقى معي الكيو بي اجيب الان الان اللي هو عدد المولات اللي هي الكتلة بالجرام على الكتلة المولية كتلة المذاب بالجرام المذاب اللي ده ب 40 جرام وهو موجود في المسألة اذابة 40 جرام من ال الان اي او اتش والكتلة المولية للان اي او اتش برضو موجودة في المسألة اربعين اربعين على اربعين يبقى واحد مول ابدأ عوض في القانون الدلتا اتش هو سالب كيو بي اده السالب والكيو بي حسبناها 44308 من الف كيلو جول الان اللي هو واحد هيطلع سالب 44308 كيلو جول لكل مول يبقى الاجابة الصحيحة هي جيم السؤال رقم اتنين بيقول لي من التفاعل اللي قدامنا ده مورمز النظير اكس احنا عارفين ان مجموع الاعداد الزرية هنا لازم يطلع نفس مجموع الاعداد الزرية في النواتج 94195 انا عندي هنا اتنين في صفر بصفر يبقى اكيد هنا خمسة وتسعين لان الجنب ده 95 لازم ده يكون 95 طيب مجموع الاعداد الكتلية فوق لازم يطلع نفس مجموع الاعداد الكتلية هنا 238 و2 240 طيب دول اتنين اتنين في واحد باتنين اتنين يبقى هنا 238 عشان يبقى 238 واتنين يبقى 240 يبقى العنصر اكس اللي بندور عليه عدد الزرية 95 وعدد الكتلية 238 يبقى الاجابة الصحيحة هي بقى السؤال رقم 3 بيقول لي يعتبر الغلاف الجوي للكرة الارضية النظام مفتوح ولا مغلق ولا معزول الغلاف الجوي للكرة الارضية بيسمح بتبادل المادة والطاقة وطالما بيسمح بتبادل المادة والطاقة يبقى نظام مفتوح يبقى الاجابة الصحيحة هي بقى السؤال رقم اربعة جايب لي معادلة وبيقول لان عايز احسب قيمة الدلتة اتش لهذا التفاعل وجايب لي متوسط طاقة الربطة لكل واحدة منهم طيب تعالي نرسم كده انا عندي سي والسي دي بقول لي معها اتنين اتش او يبقى سي اتش تو اللي هي دي تمام في هنا ربطة سنائية بعدين سي والسي التانية دي برضو معها اتنين اتش او يبقى اتش واتش زائل اتش تو اده اتش واده اتش النواتج سي اتنين اتش ستة اول حاجة هوصل السي دي بالسي دي يبقى انا كده معايا اتنين سي اتش ستة هقسمها هنا تلاتة وهنا تلاتة يبقى هنا تلاتة اتش وهنا تلاتة اتش اي كربونة المفروض ترتبط باربع روابط هنحسب مقدار الطاقة الممتصة اثناء كسر روابط المتفاعلات وده تبقى باشارة مجابة لان الكسر بيكون طاقة ممتصة يبقى احسب الطاقة الممتصة اثناء كسر روابط المتفاعلات وده بتكون باشارة مجابة المتفاعلات اللي عندي انا عندي اربع روابط من النوع سي اتش وعندي ربطة من النوع سي ربطة صناقية سي وعندي ربطة اتش واتش تعال نجيب الارقام دي من الجدول باشارة مجابة لان انا بكسر المتفاعلات بكسر الروابط اما النواتج بكون اربع سي اتش يبقى اربعة فيه ربعمية وعشرة باشارة مجابة السي ربطة صناقية سي بستمية وعشرة برضو باشارة مجابة الاتش ربطة احدية اتش اللي هي 436 أجمع كل دول مع بعض هيطلع لي موجب 2686 كيلو جول أبدأ بعد كده أحسب الطاقة المنطلقة أثناء تكوين روابط النواتج وخلي بالك وإحنا بنكون النواتج بيبقى الطاقة منطلقة يعني هستخدم الأرقام بإشارة سالبة النواتج أنا معايا 6 روابط من النوع CH ومعايا ربطة من النوع C ربطة أحدية C هبدأ أقول له 6 في CH بـ 410 يبقى سالب 410 زائد C ربطة أحدية C بـ 350 معايا واحدة بسالب 350 هبدأ أجمع دول بالقال الحسبة يطلع معايا سالب 2810 كيلو جول أبدأ بعد كده أحسب الدلتا إتش للتفاعل اللي هي الطاقة المنتصة أثناء كسر روابط المتفاعلات مع الطاقة المنطلقة أثناء تكوين روابط النواتج اللي هي موجب 2686 سالب 2810 اللي هو الرقمين اللي طلعوا معايا هنا وهنا اللي هو الرقم ده مع الرقم ده اكتبوا من نفس ما هم كده على القالة الحسبة وشوفها يطلع معاك كم طلع معايا سالب 124 كيلو جول لكل مول يبقى الإجابة الصحيحة هي باء السؤال رقم خمسة بيقول لي في ضوء العلاقة بين الكتلة والطاقة كما حددها أينشتاين ما مقدار الكتلة التي يمكن أن تتحول إلى واحد وثلاثة وخمسين من مية في عشرة قصة سالب 10 جول القانون بتاع أينشتاين كان بيقول إيه بيساوي أم سي تربيع الإيه كانت بتتقاس بالجول والأم كان أنا فعلا معايا هنا الطاقة بالجول والكتلة فعلا عايزها في الإجابات بالكيلو جرام أنا عايز الكتلة اللي هي أم الأم هتساوي إيه على سي تربيع الطاقة اللي عندي هي واحد وثلاثة وخمسين من مية في عشرة قصة سالب عشرة على سرعة الضوء اللي هي تلاثة في عشرة قصة تمانية تربيع يساوي هنحسبها بالقال الحسبة تطلع معانا واحد وسبعة من عشرة في عشرة قصة سالب سبعة وعشرين كيلو جرام يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف السؤال رقم ستة بيقول من المعروف أن الغازات رديقة التوصيل للكهرباء أي مما يأتي هو الأكثر قدرة على جعل الغازات توصل للطيار الكهربي الغازات ما بتوصلش للكهرباء في الظروف الطبعية اللي يخلي الغاز يوصل للكهرباء وجايب لي ألفا وبيتا وجاما ونيوترون لو تأينت لو بقى فيه أيونات تمام اللي هيقدر يخلي الغاز يتأين يبقى هي يخليه يوصل للكهرباء مين في دول الأكثر قدرة على جعل الوسط الذي يمر فيه يتأين كانت جسيمات ألفا هي الأكثر قدرة على تأين الوسط اللي بتمر فيه زي ما احنا شايفين المقارنة اللي بين ألفا وبيتا وجاما وبتكلم هنا على التأين أو القدرة على تأين الوسط الذي تمر فيه القدرة على تأين زرات الوسط الذي تمر فيه هتلاقي هنا أشعة ألفا بتكون عالية جدا هي أعلى حاجة في موضوع التأين يبقى فعلا الإجابة هتكون ألف السؤال رقم سبعة بيقول لي ظرة عنصر X تحتوي على إلكترونين في مستوى الطاقة الرئيس الثالث ونسبة الـ N على Z في نواة ذرته تساوي واحد ما الرمز الكيميائي لهذا العنصر طيب احنا عارفين ان أنا عندي هنا نواة مستوى الطاقة الأول الثاني الثالث هو بيقول لي المستوى الثالث فيه إلكترونين طب ما أنا عارف ان المستوى الأول بيتمالى باتنين والتاني بتمانية الثالث هو قال لي فيه إلكترونين بس يبقى كده عدد الإلكترونات في الزرة دي 12 12 و 18 و 12 وعدد الإلكترونات 12 يبقى عدد البروتونات 12 لأن أي زرة متعادلة كهربية يبقى العدد الزرري لها 12 يبقى العنصر دا عدد الزرري 12 لي البروتونات 12 هو بيقول النسبة بين الـ . إلى البروتونات واحد يعني عدد البروتونات يساوي النيوترونات يبقى النيوترونات برضو اتناشر. طب انا عارف ان العدد الكتلي هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات اتناشر واثناشر اربعة وعشرين. يبقى كده الزرة دي رمزها يبقى باق. عددها الزري اتناشر عددها الكتلي اربعة وعشرين عدد النيوترونات فيها اتناشر. السؤال رقم تمانية. بيقول يحدث تحول طبيعي لنواة زرة اليورانيوم اللي اتنين وتسعين. متين تمانية وتلاتين. اتحولت طبيعيا الى. عدد الزري واحد وتسعين. وعدد الكتلي متين اربعة وتلاتين. على خطوتين. الخطوتين دول نتيجة انبعاث ايه ولا ايه? وجايب لاربع اختيارات. هتلاحز هنا ان العدد الزري الواحد. والعدد الكتلي الاربعة. تمام? تعال نشوف الاجابة ممكن تكون ايه? هو بيقول لي هل فقدت? الفا وبيتا? طيب الالفا اللي هو نواة زرة الهيليوم. اللي هو هيليوم او اتنين اربعة. والبيتا اللي هو الكترون نواة سالب. اللي هو ايه? سالب واحد صفر. تعال نشوف كده. هنلاقي هنا اتنين وتسعين. يبقى لازم المجموعة هنا يطلع اتنين وتسعين. واحد وتسعين. واتنين. يبقى تلاتة وتسعين. تلاتة وتسعين ناقس واحد. فعلا اتنين وتسعين. يبقى الحدد دلوقتي صح. متين تمانية وتلاتين. يبقى الجنب التاني لازم يطلع متين تمانية وتلاتين. ادى متين اربعة وتلاتين. واربعة يبقى متين تمانية وتلاتين. وصفر يبقى متين تمانية وتلاتين. يبقى فعلا الاجابة الف. طب تعال نشوف الاجابات التانية? غلط ليه? اولا جامع ما بتغيرش العدد الزري ولا العدد الكتلي. الفا هتنقص العدد الزري اتنين والكتل اربعة. الكتل فعلا قال لاربعة. لكن الزري قال لواحد بس. يبقى دي غلط. اتنين بيتا. اكيد غلط. ليه? لان البيتا ما بتغيرش العدد الكتلي. لما الزرة بتفقد بيتا ما بتغيرش العدد الكتل العدد الزري اللي بتغير. بيزيد واحد يبقى كده العدد الزري المفروض يزيد اتنين والكتلي ما يتغيرش هنا الكتلي قاله اربعة طيب جاما ما بتغيرش العدد الزري ولا العدد الكتلي وبيتا ما بتغيرش العدد الكتلي اصلا يبقى غلط السؤال رقم تسعة عندي ستة جرام من عنصر مشاع فترة عمر النصف له اللي هي فترة عمر النصف 78 يوم عايز الكتلة اللي هتتبقى منه بعد مرور 312 يوم يبقى انا لازم اعرف هو بمر بكم مرحلة يبقى انا لازم احسب الدي الدي كانت بتساوي التي اللي هو الزمن الكل للتحلل على التي هاف اللي هو فترة عمر النصف الزمن الكل اللي هو 312 يوم وفترة عمر النصف اللي هي 78 يوم اقسم ده ده هيطلع اربع فترات عمر نصف طيب انا كان الاول معي 6 جرام بعد فترة عمر نصف هتقل للنصف 6 على 2 3 جرام نقسم على 2 كمان فترة عمر نصف هيبقى 1.5 جرام كمان فترة عمر نصف هيبقى 75 من 100 جرام كمان فترة عمر نصف هيبقى 375 من 1000 جرام بروعد نقسم على 2 خلي بالك احنا مشينا فترة فترتين 3 4 فترات انا كنت قيل ان انا همشي 4 فترات يبقى الكتلة اللي هتتبقى معايا في الاخر هتبقى 375 من 1000 جرام يبقى الاجابة دال السؤال رقم 10 بيقول اذا كانت الكتلة الفعلية لنواة نظير اليود 53 127 تساوي الرقم ده ده الكتلة الفعلية وكتلة البروتون لوحده بالرقم ده وكتلة النيوترون بالرقم ده عايز طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون في نواة هذا النظير طيب عشان اطلع طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون لازم اطلع طاقة الترابط النووي الكلية اللي هي بتجي من النقص في الكتلة في 931 والنقص في الكتلة بيجي من الكتلة النظرية ناقص الفعلية يبقى انا لازم اطلع الكتلة النظرية وترحى ناقص الكتلة الفعلية يبقى اطلع الاول الكتلة النظرية الكتلة النظرية احسبها ازاي عدد البروتونات في كتلة البروتون زائد عدد النيوترونات في كتلة النيوترون طيب عدد البروتونات عندي اللي هو 53 فيه او ده البروتونات اللي هو العدد الزري كتلة البروتون عندي اللي هو 1.00728 تمام زائد عدد النيوترونات في كتلة النيوترون طيب اجيب عدد النيوترونات ازاي اطرح كتلة نقل الزري 127 ناقص 53 هيطلع معي 74 يبقى عدد النيوترونات 74 أضربها في 1.00866 اللي هو كتلة النيوترون الواحد يساوي أطلع الكتلة النظرية الكتلة النظرية طلعت معي 1.28 0.2668 يو دي الكتلة النظري أبدأ أجيب النقص في الكتلة النقص في الكتلة هو الكتلة النظرية ناقص الكتلة الفعلية الكتلة النظرية أنا لسه حسبها 1.280 0.026680 ناقص الكتلة الفعلية عالبي في المسألة فوقه اللي هي 1.260.9004 يساوي أجيب النقص في الكتلة أحسبها يطلع 1.12628 أبدأ أجيب حاجة اسمها طاقة الترابط النووي الكلية الكلية تمام اللي هي النقص في الكتلة في 931 النقص في الكتلة لسه حسبه 1.12628 أضربها في 931 30 يطلع طاقة الترابط النووي الكلية اللي هي 1.1048 0.5666 8 خلي بالك الإجابة التي طلعت معادي هي الإجابة ألف ده طاقة الترابط النووي الكلية بس هو مش عايز الكلية هو عايز طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون لكل نيوكلون بجيب طاقة الترابط النووي الكلية اللي لسه طلع معادي اللي هي 1.048 0.5666 وقسمها على عدد النيوكلونات عدد النيوكلونات اللي هو 127 وشوفها تطلع كام طلعت معايا بالزبط على الألة الحسبة 8.2564 مليون إلكترون فولت يبقى الإجابة الصحيحة هي دال السؤال رقم 11 يتفاعل غاز النيتروجين مع غاز الأكسوجين تبعا للمعادلة الحرارية التالية N2 مع 2O2 يديلنا 2NO2 والدلتا H بموجب 66 بيقول لي أنا عايز التغير في الانثالبي اللي هو الدلتا H لو أنا خلطت 2 مول نيتروجين مع 2 مول أكسوجين طيب دلوقتي عندي مشكلة هحسب الدلتا H إزاي أقارنها بالنيتروجين ولا بالأكسوجين كنا بترمي الأول قلنا بنقارن بالعامل المحدد العامل المحدد اللي بيستهلك تماما وبيطلع إنتاج أقل احنا ممكن نعمل علاقة ما بين النيتروجين والدلتا H وما بين الأكسوجين بوزنه طبعا مع الدلتا H تمام واللي هيطلع لي كمية أقل هو اللي يبقى صح هو بيقول أنا خلطت 2 مول من النيتروجين مع 2 مول من الأكسوجين وبيسأل الدلتا H هيطلع هنا كم وهنا كم عايزين نعرف مين اللي صح فيهم طيب اتفقنا بنكتب مول فوقها مول مول فوقها مول هنا 1 مول هنا 2 مول الدلتا H من التفاعل موجب 66 وهنا موجب 66 في التفاعل الأصلي طرى فين فوقسطين 2 في 66 على 2 هيطلع زي ما هي موجب 66 كيلو جول تمام طب هنا 2 في 66 على 1 هيطلع معي موجب 132 كيلو جول تمام هتلاقي الإجابتين موجودين عندك في الاختيارات دي غلط دي صح اللي بيطلع كمية أقل هو اللي صح هو اللي جاي من العمل المحدد يبقى الإجابة تكون موجب 66 كيلو جول أو في طريقة تانية أن أنت تقارن بالعمل المحدد إزاي اقسم عدد المولات اللي جاي لك على عدد المولات في المعادلة يعني عدد المولات في المعادلة للنيدروجين واحد 2 على 1 2 والأكسجين هنا 2 على 2 1 يبقى هو ده العمل المحدد يبقى تقارن بالأكسجين اللي الار بتاعته أو النسبة المولية بتاعته قال السؤال رقم اتنشر بيقول النسبة بين قطر الظرة الى قطر النواة حوالي قديه؟ طيب احنا كنا قلنا ان قطر الظرة يعادل واحد من عشرة وقطر النواة بيعادل عشرة استسالب خمسة الى عشرة استسالب ستة لو اسمت الرقمين دولة على بعض هيطلع لك النسبة واحد الى عشرة استسالب خمسة لو انت تقرأ النسبة من اليسار لليمين هتبقى واحد الى عشرة استسالب خمسة زي ما انت شايف قطر الظرة حوالي واحد من عشرة نانو متر وقطر النواة يتراوح ما بين عشرة استسالب خمسة لعشرة استسالب ستة من النانو متر هو طالب النسبة بين قطر الظرة الى قطر النواة يعني نقسم واحد من عشرة على الرقم ده او الرقم ده ونشوف النسبة تطلع واحد الى كم تمام؟ السؤال رقم 13 من المعادلة الحرارية المقابلة نستنتج انه هتلاقي عندي هنا الحرارة موجودة في المتفاعلات يبقى التفاعل ده تفاعل ماس للحرارة تفاعل ماس للحرارة يعني انا لو عندي انبوبة وعندي هنا النظام ماس للحرارة يعني يمتص الحرارة من بره يعني الحرارة تتنقل من بره الى جوه يعني تتنقل من الوسط المحيط الى النظام يبقى الإجابة باء الحرارة تنتقل من الوسط المحيط إلى النظام دي صح لكن تنتقل من النظام إلى الوسط المحيط يبقى احنا كده قلنا طارد يبقى دي غلط الوسط يكتسب حرارة غلط الوسط هو اللي برده هو الوسط المحيط ده بيفقد حرارة واللي بيكتسبه هو النظام النظام اللي بيفقد الحرارة لا اللي بيفقد الحرارة الوسط المحيط واللي بيكتسبه هو النظام يبقى الإجابة الصحة والأضاق هي الإجابة إيه بقى السؤال رقم 14 جايب لي معادلة اللي هي A2 يدلنا 2A المعادلة اللي بعدها بيقول لي هتبقى 4A2A2 وطالب ادلت H احنا هنلاحظ هنا ان هو قلب المعادلة ال A اللي في النواتي خلاه متفاعلات والA2 اللي في المتفاعلات خلاها نواتي قلب المعادلة يبقى أقل بإشارة الدلتة H الدلتة H هنا X ليه موجب X أخل ليها سالب لأنه هو قلب المعادلة يبقى أقل بالإشارة هلاحظوا ان هو ضرب في 2 لأن ال 2A بقت 4A والA2 بقت 2A2 ضرب في 2 يبقى أضرب القيمة في 2 يبقى ال X تبقى 2X يبقى الدلتة H للتفاعل الجديد هيبقى سالب 2X كيلو جول السؤال رقم 15 بيقول لي أنا عايز عدد الكواركات العلوية والسفلية في نوات ذرة الهيليوم نوات ذرة الهيليوم اللي هي HE24 عندي أكتر من طريقة للحل في طريقة سريعة جدا أنت تكون عارف بعض القوانين بس هي مش موجودة في الكتاب لو طلب منك عدد الكواركات العلوية اجمع العدد الزري مع العدد الكتلي العدد الزري 2 والكتلي 4 يبقى أنا عندي 6 كواركات علوية طيب لو طلب مني عدد الكواركات السفلية تمام؟ وعايز تحسبها بسرعة برضو ضعف العدد الكتلي ناقص العدد الزري ضعف العدد الكتلي ناقص العدد الزري العدد الكتلي 4 ضعفه 8 8 ناقص 2 اللي هو العدد الزري هيطلع 6 يبقى أنا عندي 6 أب و 6 دون اللي هي 6 كواركات علوية و 6 كواركات سفلية يبقى الإجابة هتكون دال طبعا ممكن تحسبها بطريقة تانية تقول أنا عندي 2 بروتون تمام؟ وعندي 2 نيوترون في نواة زرية الهيليوم اللي 2 بروتون البروتون الواحد بيكون فيه 2 أب وبيكون فيه 1 دون أما النيوترون العكس بيكون فيه 1 أب وبيكون فيه 2 دون يعني 1 علوي و 2 صفلي اضرب هنا 2 في 2 يبقى أنا عندي هنا 4 علوي تمام؟ وهنا 2 في 1 يبقى 2 صفلي هنا 2 في 1 يبقى 2 علوي هنا 2 في 2 يبقى 4 صفلي تمام؟ وابدأ اجمع العلوي هنا 4 و 2 يبقى 6 يبقى 6 علوي طيب السفلي هنا 2 و 4 يبقى 6 يبقى برضو 6 صفلي أو تستخدم القوانين اللي قلت عليها السؤال رقم 16 بيقول أنا عايز كمية الحرارة الناتجة من احتراق 1.3 8 جرام من الجلوكوز كتلته المولية 180 جرام لكل مول لما أنا حرقت الشوية الجلوكوز دول طلعوا حرارة الحرارة ديك رفعت درجة حرارة مية بمقدار 24.3 درجة سليزية فإذا علمت أن حرارة الاحتراق القياسية للجلوكوز تساوي 2816 كيلو جول لكل مول عايز كتلة الماء طب تعالوا نفهم السؤال تاني بهدوء كده هو كان معاه مثلا إناء الإناء ده هو فيه شوية جلوكوز أو كم دول 1.3 من 10 جرام جلوكوز تمام؟ اتحرقهم أو حرقناهم نره حرقنا الجلوكوز ده أما طلع حرارة خلي بالك الجلوكوز الكتلة المولية بتاعته اللي هي الـ MWT تساوي 180 جرام لكل مول طلعت حرارة أو بعد ما اتحرق الحرارة دي سخننا بيها شوية مية يبقى اللي فوق دول ماء الماء ده الكتلة بتاعته مجهولة بس لقينا إن درجة الحرارة زادت اللي هي الدلتا تي بقت عندي 24.3 سليزية زادت بمقدار 24.3 سليزية فبسألني بيقولي تتوقع كتلة المية دي قد إيه؟ وجايب لي حرارة الاحتراق القياسية للجلوكوز بسالب 2816 كيلو جول لكل مول طيب إنت لو قدرت تعرف الحرارة اللي خرجت من الجلوكوز قد إيه؟ ما هي الحرارة اللي خرجت من الجلوكوز هي نفسها الحرارة اللي دخلت المية تاني كده؟ لو انت قدرت تعرف الحرارة اللي خرجت من الجلوكوز قد إيه؟ هي نفسها الحرارة لدخلت المية ساعتها بكل سولة هتطبق كيو بي بيساوي م سي دلتا تي للمية وهتطلع كتلتها في ثانية أنا عايز أعرف الكيو بي اللي خرجت من الجلوكوز طب بهدوء كده؟ الكيو بي الجلوكوز أنا معي له الدلتا اتش طب ما أنا عارف إن الكيو بي هي سالب دلتا اتش في N والإن دي عدد المولات اللي هي كتلة على كتلة مولية يبقى السالب دلتا اتش نوت سي دي معي أصلا تمام؟ ها؟ اللي هي الرقم ده حرارة الاحتراق القياسية للجلوكوز والإن هو عبارة عن الكتلة على الكتلة المولية والإتنين معي الكتلة بتاعت الجلوكوز معي والكتلة المولية معي بكل سهولة تقدر تطلع الكيو بي يبقى سالب في اللي هي سالب تمنمية وستاشر اللي هي الدلتا اتش بتاعت الاحتراق في الكتلة واحد وثلاثة من عشر جرام والكتلة المولية مية وتمانين قدر بكل سهولة أطلع الكيو بي طلعت معي عشرين بوينت تلاتة تلاتة سبعة سبعة تمانية خلي بالك كيلو جول كنا قيلين قبل كده القانون ده بيشتغل بالكيلو جول أنا عايز أطبق الكيو بي أنا خلاص عرفتها وباعة المية ما هي الحرارة اللي خرجت ده هي نفسها لدخلت المية الحرارة اللي خرجت من الجلوكوز هي نفسها لسخنة المية بس القانون بتاع كيو بي أم سي دلتا تي بيشتغل بالجول طبعا دي محول دي الجول أحول الرقم ده لجول إزاي أضربه في عشر قس تلاتة هيطلع معي عشرين تلاتة تلاتة سبعة بوينت سبعة تمانية جول الحرارة بقى اللي طلعت من الجلوكوز عرفنا ان هي لدخلت المية أقول له الكيو بي للمية تساوي أم سي دلتا تي الكيو بي معي اللي هي عشرين تلاتة تلاتة سبعة بوينت سبعة تمانية كتلة المية أنا عايزها الحرارة النوعية للمية أربعة وتمنتشر من مية الدلتا تي بتاعت المية هو جايبها لي في المسألة أربعة وعشرين وتلاتة من عشر بكل سهولة تقدر تطلع كتلة الماء هيطلع معي ميتين بوينت اتنين اتنين ستة جرام السؤال رقم سبعتاشر اخر سؤال معنا بيقول تندمج نواة الديوتيريوم ليه اتش واحد اتنين مع نواة التريتيوم ليه اتش واحد تلاتة وتكون نواة الهيليوم اتش اتنين اربعة مع جسيم اخر مين الجسيم الاخر ده واكتب المعادلة احنا كده كتبنا المعادلة ناق نعرف الجسيم. احنا عارفين ان مجموعة الاعداد الزرية هنا لازم يطلع نفسه هنا في النواتي. واحد واحد اتنين. تمام? وهنا اتنين يبقى هنا صفر. هنا اتنين وتلاتة خمسة. هنا اربعة يبقى لسه واحد. من اللي صفر واحد هو انيوترون. يبقى انا كده كتبت المعادلة النووية المعبرة عن الاندماج النووي الحدث. اللي هو ديوتوريوم مع التريتيوم. يبدلنا نواة ذرة الهيليوم مع نيوترون. اتمنى تكونوا فهمتم بالتوفيق والنجاح دايما ان شاء الله.